أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد التقى اليوم في القدس المحتلة رئيس الحكومة بنيمين نتانياهو مشيرا إلى أنهما أجرية مباحثات طويلة ومعمقة هذا ومن المقارر أن يبحث بلينكين اليوم مع القادة الإسرائيليين محاولة التوصل إلى هدنة جديدة كان بلينكين قد زار كل من مصر والسعودية وقطر في إطار جولته الخامسة بشرق الأوسط من زبادي العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة حيث بحثا التوصل لهدنة في القطاع وتأمين إطلاق صراح المحتجزين